كفايين بباقي فقرات صباحنا غير رشا بالحلقات السابقة وخصوصا مع ضيفتنا اليوم حكينا عن موضوع القلق الامتحاني وكيف ممكن نتجاوز اليوم عن شو رح نحكي هلا بس القلق الامتحاني هلأ هو موجود نحنا حكينا عنه ولكن نحنا ما حنخلص من هذا الستريس وهذا الضغط لبعد الامتحانات صحيح تشوف الطلاب يا حرام على الفلكين على الأسطوح حاملين كتبون في أجواء ضغطة من الأهل وعلى الطالب أكيد مثل ما قلت حكينا عن هدول التفاصيل اليوم مع ضيفتنا الاختصاصية الاجتماعية رندا رح نحكي اليوم نحنا كيف قادرين نختار لأطفالنا الأنشطة الصيفية الصحية يعني نحنا هلأ مقبلين على صيف حنخلص مدارس وكل طفل مفروض اليوم أنه يروح باتجاه شي هو بيحبه اليوم أكيد رندا حتساعدنا بهذه الصفلة إذا كي يساعد لصباحك يساعد صباحكم أهلا رندا رح نحكي اليوم عن موضوع الأنشطة الصيفية صحيح الأمتحانات بدأش أسبوع تقريبا لا تخلص ولكن في كتير اليوم أمهات وسيدات هنون عاملات يعني أو حتى غير عاملات ولكن عم يفكروا من هلأ لموضوع الصيفية وعم يخططوا للأطفال تماما كيف ممكن نحنا نملال لنا وقتهم فخلينا نتعرف اليوم أو هيك نعرف شو هي الأنشطة الصيفية شو بنقصد فيها بالضبط وعدين نحكي عن اقتراحات وأنواعات بالمرة الماضية حكينا عن قلق الامتحان أو ممكن شو ممكن يطلع معنا الصغرات أو شو ممكن يطلع معنا نقاض ضعف عند أطفالنا أو حتى عنا كيف نحنا كأهل منقدر نتدارك هاي التفاصيل مع أطفالنا أو مع طلابنا وحكينا على كذا فئة عمرية سواء كانوا بمرحلة دخولهم لروضة أول مرة ولا كان مرحلة ابتدائية ولا حتى للمراحل الإعدادية والسانوية الفكرة هون أنه نحنا لما أثناء فترة الامتحان اللي نحنا هلأ عم نعيشها الأن بين بدا تحضر ابنا سواء كان لخوض امتحانه أو سواء اللي حتى بدت تغير له مكان مدرسته أو تنقله أو في حال بده بنفس الوقت تفكر شو بده تعمل للصيف كيف بده تعبيله وقته خصوصي إذا كانت تعاملة عنده شغل لهيك هي بتكون هلأ دائما عم تسأل وين بدي حطه شو لازم دور له شو لازم أمل له شي خليها تبدأ من نقطة اللي هلأ هي عم تعاني منها لها فترة الامتحان بشو أنا ابني ضعيف بشو أنا مهاراته بده تطوير نحن للأسف منروح دائما عن ناحية الأكاديمية أنه أنا بالصيف بدي استغله لعلمه لغة لعلمه مثلا هو ضعيف برياضيات أكتر من لغة أكتر من لغة طواما أنه فجأة بتلاقي عندي ثلاثة شهر الصيف بدي أضغطه بالدرس بيروح على العشته ما له قدران يتقبل منهج دراسي أو مهام عليه سواء وظائف سواء درس لهيك نحن هذا بالعكس خليها تكون هاي الفرصة أنه أنا في جانب كتير أساسي هو ملازم للناحية الأكاديمية هو لناحية التنموية والناحية الفكرية اللي أنا كيف بطور مهارات ابني كيف أنا بطور له طريقة تفكيره مو ضروري إذا ضعيف برياضيات أنا روح حطه درس رياضيات لا برح بحطه مهارات تفكير بحطه أنشطة رياضية وفكرية حساطيني كتير مهمة تماما حتى في أنشطة فكرية بتعتمد مثل الروبوتيك مثل حتى الرياضة الإسباحة الباسكيت القدم هذول كلهم بيرفعوا التركيز ويرفعوا الانتباه وبيخلوا نحن دائما أطفالنا هذا الجيل بتحسي ما عنده حس الالتزام قد ما كان الجيل اللي قبله فلما بيكون التزامه بنشاط رياضي محبب له هذا حيعطي هذا الطابع لشخصيته أنه يكون شخص ملتزم من الناحية الأكاديمية لبعدين ولكن نحن للأسف أهلينا ما بيفصلوا تماما أن الشق الرياضي أو الترفيهي هو ملازم وضروري بنفس ضرورة وأهمية الشق الأكاديمي دائما بيركدوا أنه أنا ضعيف بالعربي بدي قوي دروس عربي طب ليه مثلا مع تعلمين مثلا شعر أو مثلا الاتجاهات يقدر يعرف خصوصي الأطفال الصغار أول ما بتعلموا اللغة العربية ما بيعرفوا وين يحطوا النقطة هذا النون النقطة من فوقه للبهم من ساحة تماما لهيك هون بيكون في عندي مشكلة بالاتجاهات يمكن تكون كتير مشكلة بسيطة خليني أنا أشتغل فيها من الشق الرياضي كتير بتلافى مشاكل وهذا الضغط طبع قوم دروس يلا بدي قوم حضر لك بكرة عندك هاي السنة حتى نفس الشي بالمراحل الإعدادية والسانوية كتير مهم يكون في عنده شق أساسي بالصيف يفرغ فيه هاي الطاقة وهذا التوتر حكيت نقطة كتير مهمة أنه نحنا اليوم أدرانين أنه نحنا نقوي طفلنا بالنقطة الضعيفة كان بالمواد العلمية ولكن بطريقة شوي أسلس يعني نحنا ناخد بدائل لكن دائماً عم تكون رغبات الأهل هي الأولى يعني دون تفكير بمهارات الطفل أو بميوله كتير بحلقات سابقة رندحكينا عن موضوع تنظيم الوقت أنه نحنا اليوم كتير مهم نعلم وندرب هذا الطفل أنه أنت كل لحظة مفروض تعرف شو هتعمل فيها وبنرجع اليوم كمان خلال وجودك نحكي عن أهمية تنظيم الوقت وكيف نحنا قادرين ندرب هذا الطفل كتير موضوع مهم لأنه هي بهيكلية كاملة لشخصية الطفل اللي بالمستقبل حيكون شب أو صبية يكون في عنده هذا الحس بإدارة الوقت لما بيكون نحنا حتى مهنياً لما ممكن تلاقي كتير حدا من زملائك تلاقي كتير حدا من أفراد البيت عندك بتحسي ما له عايش مع الوقت تحسي دائماً مفصل على الوقت ما عنده إدارة للوقت دائماً ملحوق دائماً عنده وقت فراغ ما بيقدر يعبيه كتير مهم بالأعمار الصغيرة نحنا نعلم هاي إدارة الوقت خصوصي بفترة المرحلة الابتدائية والإعدادية وفترة المراهقة كتير مهم أنه أنا أشتغل عليه بطريقة سلسة وخصوصي أنه مثل ما ذكرنا بالصيف بالفترة الصيفية لما بيكون عندي كذا نشاط مخدم خلال الأسبوع مثلا أنا مسجلته مثلا باسكت وسباحة عفرد فأنا بهالنشاطين هو بيقدر أنه أنت شو عندك قبله شو لازم تحضر قدي بدك وقت مثلا النشاط عندك يا عبكير أنت لازم تنام يكون هاي الإدارة تكون موجودة عند الشخص هو ساحب النشاط الطفل هو يقدر يدير هذا الموضوع وما يضل نسيان غراغده وما يضل دائما نسيان مواعيده هذا مع الوقت بيصير طبع عنده بيصير عادة نحنا كمان ما فينا اللوم الأهل بتقولك مثل ما زكرتي أنه أنا بدي شوف أنا شو بيناسبني قبل شو بيناسب ابني هي في عنده موضوع كيف بده توديه كيف بده تنطره خصوص إذا عنده التزامات تانية مع ما بده تتركه وين النشاط المناسب أكتر بيكون في عنده أولويات لازم تكون كمان هي كأم مرتبة أولوياتها حتى تقدر تعرف شو الأفيض إليه ولأبنه تمام خلينا كمان نحكي بموضوع الأنشطة الصيفية فئات العمرية يمكن بتختلف نحنا هنا بنحكي عن مرحلة الأطفال وهي بتمتد يعني تقريبا فينا نقول نعطي الطفل من أي عمر أنشطة صيفية لأي عمر وشو الكف يعني شو المهارات لازم نركز عليها حسب كل فئة عمرية نحن نشوف كتير عم بيكون في توجه للأطفال من السنة للسنتين هذا العمر الكتير صغير أنه كيف أنا ممكن حطله نشاط صيفي دائما عم تكون هين نشاط الأنشطة منزلية عم تكون من أدوات البيت أشياء بسيطة تكون الأم هي القائمة على هذا العمال ما بيكون يعني موجود بمكان تاني ولكن في كتير أماكن فيها تحت ابناء فيانو بيكون موجودين هذول الأنشطة ولكن خصوصي في قسم من الأنشطة خصوصي لهذا العمر لحد الخمس سنين هي اسمها الأنشطة الموسخة يعني أنه ممكن نحط له رمل يلعب فيه ممكن نحط له مي وتراب أعمل له مثل وهي أكتر أنواع الأنشطة اللي بيكتير بيحبه تماماً وهي فعلاً حسية لأنه بتنمي له بتشبع له الجانب الحسي عنده هذا بالمستقبل كتير بيغني له تكوينه الشخصي فأنا هون بيشتغل على الأمور الحسية عنده ممكن أنا كتير ببساطة إذا بدي علموا الألوان حطوا له مجموعة ألوان بقلب الرمل وقالوا عطيني اللون اللي بختاروا مثل ما ذكرتي يمكن بكذا لغة فهي قدرت خدمت كذا موضوع لعمر كتير صغير بنشاط مسلية وترفيه مننتقل للأكبر دائماً أنا بقول لهم خلي توجهكم حركي خصوصي الأطفال اللي شوية نطق عندهم لسه ماله كامل أو في عندهم شوية تأخر دائماً نشتغل على الجانب الحركي لحتى الجانب الحركي يدفع بالجانب اللغوي بمناطق الدماغ لحتى يحفظوا ويكون على الدرجة المطلوبة كتير مهم لما أنا بشتغل بالرياضة في كتير أنشطة زومبا البالي الجنباز هدولة كتير مثل ما ذكرتي الأسباحة كتير بيشتغلوا على التأذر كتير بيشتغلوا أنه يعرف يحرك الجهل اليسرى مع اليمنى كيف يكون يسببت حركات عينه مع ايده كيف يكون تركيزه عالي لينقل الحركة اللي عم بيعمل له هالكوتش هاي كلها مهارات مفيدة للمجموعة الأشخاص اللي عندها مشاكل بالانتباه أو بالتأذر الجانب الثاني مثلا الأنشطة أنا بتجي مثلا أبني كتير اجتماعيا وضعيف أنا أبني ما بيفوت بنشاط وبيعرف يكون قائد إلا رحي سجلي رياضة مثلا باسكت أو قدم ضمن مجموعة وضمن فريق هاد بيعطيه هاي المهارات الاجتماعية دائما بتلي مثلا أنا أبني بيخاف ما ما لهم منشرب إلا مثلا حتي صباحة ما بيعرف ياخد حقه هاي كتير من نسمعه إنه دائما بيجيني مظلوم أعكل الأتلة هاي كل الأمهات عدد هاي الأطلع أديي العبارة بتأثر بالطفل إنه إذا حدا بيضربك بدي أضربك إذا بتخليه ضربك يعني هاي نسمعه كتير يعني نشأ أسي وفيها حرود على العنص أحسن تعلموا إنه اللي بيضربك ضربه مثلا تعلموا بنشاط رياضي تبني له ثيقته بنفسه تايكواندو جودو وتعلموا إنه اللي بيضربك سأله ليش أقوله أنت ليش هم تضربني افتح هذا الحوار هذا للأسف صار موضوع تعني وبينشأ من علاقة الأم بالطفل بتلاقيها هي مثلا أو الأب ممكن مثلا يعصبه أو ممكن هنا يكونوا بيضربوا أو بيكونوا بينفعلوا بالكلام أو بيكون يعني التعنيف لفظي فهذا بيروح وبيتفرغ بطريقة تاني يمكن الأهل دائما بنزعج وقت اللي بيكونوا الطفل شخصيته شوية طعيفة ولكن هو بحاجة لسنوات بحاجة لتدريب للاندماج بأمثل كتير من المجتمع رنده هيكي من خلال تواجدك معنا اليوم إذا حبينا اليوم نعطي شوية نصائح للأهل بموضوع الأنشطة الصفية اليوم نحنا قديموهم نحنا نقدر مثل ما حكينا ميول الطفل دائما يعني هلأ كتير عم نشوف الطفل عم يعزف بس الآله ما بيحبه عم يروح لرياضة ما بيحبه فاليوم هيكي خبرينا اليوم شو بنا نوجه رسالة؟ هلأ بالمرحلة الأولى لحتى الست سنين أنا بفتح كل البواب لطفلي بخليه جرب كل الألات المسيئية كل الأندية كل النشاطات الرياضية كل أنواع الرسم بخليه يجرب كل شيء بعدين هو لحاله بيأرجيني الميول هو شو بيرغب و شو بيقدر يبدع فيه بالمرحلة اللي بعدها أنا بحاول خصص له أكتر لحتى بشيء هو يختاره هلأ دائما نحنا في عنا كأهل طموح أنه أنا بعزف بيانو لازم ابني بيانو لا ما شرط أبدا ولكن بيكون من ضمن الاقتراحات أو من ضمن الأشياء اللي أنا بيقترحها عليه ممكن يبدع فيه وممكن يبدع فيه بس ما يكون بيحبه مثل ما ذكرتي خلينا نكون نحنا هذا الشق اللي نحنا منسميه ترفيه ولكن هو ضروري بالحياة أنه يكون على مزاجه الطفل وعلى ميوله لحتى يكون في عنده هذا الحافز بالإنجاز للأشياء اللي ما بيحبها يعني هاي التفاصيل قديشها مهمة خصوصا بالأنشطة الصيفية لما نحكي خلال نفتح البواب لكل هاي البواب قدامه الطفل اللي يختار بالدوية لأنه هي الهواية أو الشي اللي حابه رح تستمر معه لكل السنين يمكن هيطور فيها حاله خطوة بعد خطوة أكيد وضروري كمان نحنا أنه لما منقل على الشتاء على المرحلة الأكاديمية والمدرسة والدروس يكون الوقت قصير نحافظ ولو على مرة بالأسبوع للنشاط اللي هو بيحبه اللي يضل عنده هذا المنفس اللي يقدر يفرغ فيه تفريغ طاقة بينهما هي أكيد يعني بالخطام نشكرك كتير اليوم رند لكل المعلومات اللي عطيتينا ياها وفينا نقول أكيد الأنشطة الصيفية هي كتير مهمة ولكن ما نخنق الطفل يعني كمان هي بتضل هي مساحة للراحة إلو لا يفرق شوي عن جو الشتي والعودة للمدارس منتشكرك كتير شكرا لكم سعاد صباح كراند على طول شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم